كشفت منظمة الأغذية والزراعة تابعة للأمم المتحدة فاو اليوم الخميس عن ارتفاع أسعار الأغذية في الأسواق العالمية في شهر أكتوبر للمرات الأولى منذ خمسة أشهر مع ارتفاع كبير في الأسعار الدولية للسكر والحبوب الرئيسية حيث بلغ متوسط مؤشر الفاو لأسعار الغذاء 172.7 نقاط في أكتوبر أي أعلى نسبة بنسبة 1.7 تقريبا مقارنة مع الشهر السابق وبنسبة 6% مقارنة بنفس الشهر في عام 2018 كما ارتفع مؤشر الفاو لأسعار الحبوب بنسبة 4.2% خلال الشهر أما بالنسبة لأسعار السكر فقد ارتفع بنسبة 5.8% من نفس الشهر وسط توقعات بنقص الإمدادات في العام المقبل أما بالنسبة لأسعار الزيوت النباتية فقد ارتفع مؤشر الفاو بنسبة 0.5% ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عام ليرتفع مؤشر أسعار الفاو للحوم بنسبة 0.9% حسب نفس المؤشر مدفوعا بارتفاع الطلب على الوريدات من لحوم الغار والغنم والأسيما من الصين في المقابل انخفض مؤشر الفاو لأسعار منتجات الألبان بنسبة 0.7% في أكتوبر حيث عوض الانخفاض الملحوظ في أسعار الجمن الزيادة في أسعار مساحيق الحليب كامل الدسم وقليل الدسم